أنا عندي كسور في رجلي نتيجة حادث ألف سلامة الدكتور قال لي لازم تفطر إيه كفارة الفطار أطلع كفارة ولا وجب علي الصيام فيما بعد يبدو أنه هو قالك يجب أن أنت تفطر عشان بتاخد مضادات حيوية وتاخد أدوية تتعلق بالكاسم وتتعلق بداع عشان تلتأم الكسور ما قالكش مش هينفع أن أنت تصوم طور بعد كده أبدا لو قالك أن أنت مش هينفع تصوم بعد كده أبدا وإن شاء الله ما يكونش الأمر كذلك ساعتها تفطر على طول وأتطلع فدية بس هو واضح أن دي مش حالتنا حالتنا أن أنت عندك كسور فأنت الدكتور قالك ما تصومش رمضان السنة دي عشان أنت محتاج كرس علاج مع الأشياء اللي أنت بتحتفظ بيها عشان تمنع الكسور دي ولذلك فإذا كان الأمر كذلك يبقى أنت مش هتطلع فدية أنت هتصوم بعد ما ينتهي كرس العلاج يعني بعد ما ينتهي كرس العلاج تبتدي تجدول بقى شهر رمضان آه بقولك تجدول عشان بعض الناس بيتشددوا على نفسهم وبيشدوا على نفسهم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا علمنا أن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا فوق مناطيق وعلينا أن احنا نسير في هذا الدين برفق فإنه حاصل فتجدول بقى شهر رمضان لغاية السنة الجاية بعد ما قبل رمضان الجاية حتى لو أني بسبب المرض استنيت لي بعد رمضان الجاية ما فيش حاجة بس أنت تجدول بقى تجدول تصوم اتنين وخميس عشان بعض الناس ممكن يقولك لا أنت لازم تصوم رمضان كله مرة واحدة ده ممكن يؤدي إلى إيه يؤدي إلى تعب وانت كاسة لا خليك دايما وانت بتصوم مع الطبيب عشان احنا محتاجين أن انت تحافظ على نفسك لأن حفظ على نفس أحد مقاصد الشريعة الخامسة بل هو المقصد الأول من مقاصد الشريعة يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى أنت هتقضي الأيام اللي أنت تركتها في رمضان لأنه مش بالضرورة تكون عطفت رمضان كله فإذا كنت عطفت رمضان كله يبقى هتقضي رمضان كله وتجدوله تجدوله عشان تستطيع أن انت تصوم وما يحصلكش أي أثار جانبية بسبب الصيام يبقى هتقضي وليس عليك الفدي ترجمة نانسي قنقر